وضع وبائي خطير تعيشه ليبيا انتشار واسع لفيروس كورونا وضعف كبير في المنظومة الصحية ما زاد من صعوبة المرحلة الحالات في ارتفاع مستمر في ظل افتقار معظم المنشآت الصحية لأبسط مستلزمات مكافحة هذا الفيروس وأصبح الرهان في هكذا وضع فقط على وعي المواطن اخر حصيلة للفيروس في البلاد سجلت 373 اصابة جديدة الثلاثاء موزعة على 24 مدينة ومتزل طرابلس متصدرة للمرتبة الاولى في عدد الاصابات بتسجيلها 114 حالة جديدة ودائما مسرطة في المرتبة الثانجية بتسجيلها 80 اصابة جديدة وبذلك تكون ليبيا قد تخطت حاجز 6000 اصابة الحالة النشطة منها 5430 المركز الوطني لمكافحة الامراض سجلت ثلاثاء ايضا 16 حالة شفاء منها 11 حالة في مصرطة وخمس حالات في طبرق ليكون العدد الاجمالي للمتعافين على مستوى البلاد 740 المركز كشف ايضا عن عدد حالات الوفاة حيث تم تسجيل سبع وفيات ثلاثاء واحدة في شحات واخرى في بنجواد وحالتان في بنغازي ومثلهما في مصرطة وحالة واحدة في الشاطئ ليرتفع عدد الوفيات الى مائة واثنتين وثلاثين صحيح ان الفيروس استطاع اقتحام ليبيا والتوغل فيها لكن واعي المواطن والتزامه بكل الاجراءات الوقائية يبقى وحده الامل لتطهير البلاد من الوباء اشتركوا في القناة